في قطع العدل دائما من المقرر أن تبوت محكمة الجنايات في الجزائر العاصمة اليوم الخميس في إحدى أهم ملفات الإرهاب المتعلق بجماعة جورايا التي أطح بها سنة 2012 بعد توقيف الإرهابية الخطيرة المكنة لقمان أمير سرية المهاجرين الذي كشف عن مخطط لتنفيذ هجمات انتحارية لإفساد الانتخابات المحلية والتشريعية أنذاك حيث يضم الملف 49 متهما موقوفا وواحد في حالة فرار وسيواجه المتهمون الموقوفون المنحدرين من جورايا وتيبازا ولمدية جناية تكوين جماعة إرهابية مسلحة والانخراط في جماعة إرهابية والقتل العمدي مع سبق الإسرار والترصد والاختطاف وللتذكير تم توقيفهم من طرف مصالح الدرك الوطني شهر ماي من عام 2012 وخلصت التحريات إلى أن الجماعة الإرهابية كانت تخطط لتنفيذ عمليات تفجيرية بالعاصمة لضرب الانتخابات التشريعية التي أجريت في شهر ماي 2012 وكما توقفت 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 في شهر ماي 2012 شكرا